اشتركوا في القناة وسددكم وفوقكم بين يدي الامتحانات أحببت أن أرسل إليكم هذه الرسالة التي فيها تذكير لكم بما يعينكم على التفوق الحقيقي الذي هو التفوق الأخروي وهو السلامة من عذاب الله وسخطه وأريد أن ننبهكم جميعا إلى أن هذه الدار ليست دار قرار وإنما هي معبر ودار عمل وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فالحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية ومستقبل الإنسان الذي يكون ناجحا إذا أمنه هو مستقبله الأخروي الذي به السلامة من عذاب الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد ائتمننا الله في هذه الدار على أمانات عظيمة وسيسألنا عنها عند العرض عليه وهذه الأمانات مقتضية مننا أن لا نضيع الوقت فهو أمانه وأن لا نضيع الجوارح إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأن لا نتعدى على حقوق الآخرين وأن لا نتزيد بما ليس فينا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال المتشبع بما ليس فيه كلا بسيثة وبيزور أخرجه البخاري ومسلمه الصحيحين المتشبع بما ليس فيه كالذي يريد أن ينجح بأفكار الآخرين وبمعلوماتهم أو يسعى للنجاح بالغش والتزوير فهو كلابس ثوبي زور فاللباس عادة ثوبان ثوب يستر على الإنسان وثوب يستر أسفله والذي يقول بالزور إنه لابس ثوبيني وهو عريان لا يستره ذلك الكذب الذي يقوله ولا يغني عنه شيئا ولذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الامتحان ليس هدفا في حد ذاته وأن الشهادة ليست هدفا وحتى الوظيفة ليست هي الهدف الأسماء والأنبل وإنما المقصود أن يكون مع الإنسان علم يفهم به عن الله ويتلقى به عنه وأن يكون معه علم يمكن أن يوظفه وينتفع به فالشهادة دون علم لا فائدة فيها والنجاح المزور الذي لا يكون صاحبه على مستوى علمي يناسب الشهادة التي يأخذها لا فائدة فيه فلا بد أن يكون الإنسان متصفا بالعلم والذي هو مستوعب لهذه العلوم وفاهم لها وآخذ بها حتى ولو لم ينل شهادة ولو لم ينجح في امتحان فقد أحرز الهدف ووصل إلى المقصود لأنه نال هذا العلم المطلوب وهذا العلم علماني علم يحصل به الإنسان درهم معاشه وعلم يحصل به الإنسان حسنة معاده وكلاهما مطلوب شرعا لأن الإنسان دارين دار الدنيا والدار الآخرة فلا بد أن يحرص على أن يكون جهده مصبا لهاتين الدارين إما لحسنة المعادي وإما لدرهم المعاشه وبذلك يجهد الإنسان في تحصيل المعلومات وتكون الشهادة ناشئة عن تحصيل المعلومات ويجهد في حفظ المعلومات وفهمها واستيعابها ويكون الامتحان تابعا لما أحرز من المعلومات وما استوعب وما فهم وما حفظ فإذا أدرك ذلك كان فعلا أمينا في نقله والأمانة أخت الدين ولا إيمان لمن لا أمانة له وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وحفظ الأمانة يقتضي منا أن نحفظ جوارحنا وأن نحفظ كل ما أودعنا الله سبحانه وتعالى من هذه النعم وأن نؤدي حق الله فيها وأن لا نكون من المفرطين المضيعين وأن يحرص كل فرد منا في دراسته على التفوق والتعلم وزيادة المعلومات وزيادة الفهم وأن يكون منتجا في مجتمعه نافعا لأمته وهذا النفع لا يكون إلا بالإدراك والفهم والإحاطة بالمعلومات التي يدرسها الإنسان وليعلم أن ما يأخذه في الكلية إنما هو مفاتيح تيسر له ما وراءها وتهجئه لفهم كثير من العلوم التي لا يأخذها في الكلية وإنما يأخذ مفاتيحها والدلالة على أماكنها وبذلك يستطيع أن يواصل سيره على طريق العلم وطريق العلم في الواقع هو طريق إلى الجنة كما ثمت في صحيح مسلم من حديث أبي هرارة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نحن الآن تحت وطأة هذا الوباء المنتشر الذي ابتلى الله به أهل الأرض وهو مغير لأحوال الناس مغير لوضاع الدراسة فأصبحت الدراسة في أغلبها عن بعد مغير لأحوال الامتحان مغير لأحوال التلقي فلابد أن نستوعب هذا الوضع الذي نحن فيه وأن نتكيف معه وأن نجعله لصالحنا فكم من محنة في طيها نعمة وقد قال أحد الحكماء لا تكره المكروه عند حلوله إن الحوادث لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة فلابد أن يكون استغلالنا لما يتيسر للأنظمة التي وضعت لما هو نافع وأن نستفيد منها وأن نتكيف مع هذا الوضع الجديد الذي أملته علينا الظروف وأمله علينا هذا الوباء الذي نسأل الله أن يرفعه عن أهل الأرض جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجحكم ويوفقكم ويفوقكم ويصلح ظواهركم وبواطنكم ويوسر لكم كل عسير وأن يجعلكم أجمعين من المواطنين الصالحين المصلحين الذين يبنون دولتهم ويحافظون على أوطانهم ويحافظون على أمتهم ومقدساتهم وعلى ما لديهم من التراث الذي ورثوه عن أبائهم وإجدادهم والله يكرمكم ويحفظكم ويوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته